أصحاب البصائر تقدم مواعظ رمضان إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يحده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمر محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجعلني الله أحبتي من النار أيها الإخوة المؤمنون لأهمية ذكر الله تبارك وتعالى في حياة الإنسان ولشمليته لجميع أنواع العبادات ارتأيت أن أضيف حلقة أخرى في موضوع ذكر الله تبارك وتعالى وأفضليته وخيريته وخير ما أبدأ به هذه الحلقة قوله صلى الله عليه وسلم لصحابته الكرام ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله تعالى فمن تأمل هذا الحديث الشريف يستوعب قيمة ذكر الله تبارك وتعالى ومكانته العظمى فإذا كان ذكر الله تبارك وتعالى خير من جميع الأعمال بما في ذلك الصلاة والزكاء وإن قلنا سابقا أن الصلاة والزكاء وغيرها من الأعمال قد شرعت من أجل ذكر الله تبارك وتعالى قال لهم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم أي أطهرها عند الله تبارك وتعالى وأعظمها عند الله تعالى وخير من إنفاق الذهاب والورق أي خير من إنفاق الذهاب والفضة الورق معناه الفضة فقد ولدت هذه الكلمة في القرآن الكريم في قصة أصحاب الكهف لما استيقظوا من نومهم قال بعضهم لبعض اذهبوا بورقكم هذه إلى المدينة أي اذهبوا بنقود من الفضة لأن الناس في ذلك الزمان يتعاملون بالذهب والفضة لذلك فضل النبي صلى الله عليه وسلم الذكر في هذا الحديث من إنفاق الذهاب والورق بل أكثر من ذلك خير من الجهاد في سبيل الله حيث يحتدم الصراع وتندلع المعارك وتسقط الأرواح وتزهق الأنفس قال لهم وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم فقالت الصحابة رضي الله عنهم بلى يا رسول الله لأنهم يحرصنا دائما على الأخيرية والأفضلية والعمل الصالح فقال لهم صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى وحديث آخر عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت عليه فأخبرني بشيء أتشبث به فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رتبا من ذكر الله لا يزال لسانك رتبا من ذكر الله تبارك وتعالى فالذكر هو أصل الأصول وهو من أجله شرعة الشرائع والعبادات وعن رقبة بن عامر الذي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال من منكم يحب أن يردو إلى بطحان أو إلى العتيق فيأتي بنقتين كوميين أو ثلاثة أو أربعة فقلنا نحب ذلك يا رسول الله فقال أن يردو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله أو ثلاثة أو أربعة خير من ذلك كله فذكر الله تبارك وتعالى وتعلم القرآن من أعظم القربات وأفضل الأعمال عند الله وقد ورد في حديث آخر أن هناك ملائكة يطوفون في الأرض ويرحثون عن أهل الذكر فإذا وجدوا حلقة من حلقات ذكر الله تبارك وتعالى ينادي بعضهم بعضا ويقولوا هلموا إلى حجاتكم فيجتمعون فإذا انصرفوا سعيدوا إلى الله تبارك وتعالى وأخبروه بما حدث من أن أسنر يذكرون الله تبارك وتعالى فيشهدهم الله تبارك وتعالى بمغفرته لهم ورضاه عنهم ويقولنا أي ربي إن فلانا أتى لمجرد غرض ولم يأتي للجلس إلى الذكر فيقول أولئك قوم لا يشقى جليسهم ونسأل الله العظيم رب العشر العظيم أن يجعلنا من الذاكرين وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين